شهدت منطقة تل بسطة الأثرية بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى أحياء لذكرى دخول العائلة المقدسة مصر وخلال الاحتفالية تم تقديم أوبريت مصرحي عن دخول العائلة المقدسة مصر ومجموعة من الأناشيد احتفالية كبرى شهدتها منطقة تل بسطة الأثرية بمحافظة الشرقية أحياء لذكرى دخول العائلة المقدسة مصر حيث نالت المحافظة شرف أن تكون أول محطة إقامة للعائلة المقدسة بمصر وهي النقطة العامرة الأولى التي نزلت بها الاحتفال الثالث لذكر دخول العائلة المقدسة أرض مصر وده الاحتفال الثالث اللي بيتم في منطقة طل بسطة لأن منطقة طل بسطة بتعتبر من أهم النقاط بتاعة المصار لأن اليوم اللي دخل فيه ساد المسيح المنطقة هنا أو أرض بربسطة هو ده اليوم اللي بيحتفل فيه مسيحيين العالم كله بدخول العائلة المقدسة أرض مصر يعني مش في دير المحرق اللي قعدت فيه أطول فترة ولا في الفرما أول ما دخلت لا أول ما دخلت عندنا هنا المدينة اللي كانت أكبر مدينة في الفترة دي بتاعتها ساعتها أو ساعة ما دخلت العائلة المقدسة هي بربسطة مدينة السلام وتحرس مصر على أن تقدم بشعبها للعالم نموذجا في الارتقاء بالفكر وتقبل جميع المعتقدات والآراء حيث تلجأ كثير من المجتمعات الغربية للاقتداء بمصر في طريقتها في التعايش السلمي والنسيج الوطني المنسجم تم تمفيز كل الاستعدادات نحن بنعمل استعدادات جديدة كل سنة وكمان تأليف موسيقي كمان كل المشاركة اللي حدث شفتها دي فريق ساتيرة وفريق كرال كلهم ولاد وأفراد المطمئة المدني من محافظة الشرقية حدث أنا شايف أن ده نعلة نوعية كبيرة جدا جدا في الحركة السياحية بشكل عام أن المحافظات تبدأ تهتم بالنقاط والجذب الموجودة فيها نبدأ النهاردة بتل بسطة في محافظة الشرقية لأتبر أول نقطة وصلت لها العائلة المقدسة وفي الاحتفالية تم تقديم أبريت مسرحية عن دخول العائلة المقدسة مصر كما تم تقديم عرض الكرال مترانية الزقاذيق ومينيا القمح ومجموعة من الأناشيد اشتركوا في القناة